البداية من حضر موت حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن خارطة الطريق نحو السلام تبدأ بوقف لإطلاق النار وإجراءات اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة في المرحلة الأولى وقال العليمي في اجتماع له بقيادة الأحزاب السياسية بحضر موت إن المرحلة الثانية يفترض أن يتم فيها حوار يمني لصياغة أسس فترة انتقالية جديدة كمرحلة ثالثة شكرا